أحبك ثانية سيد إبراهيم بداية كنت قد سألت عن موقفكم من تمرير القانون بصيغته الحالية وهل لا تزال الفرصة الثانية لإجراء تعديلات عليه وإرساله مجدداً للسلطة التشريعية قبل المضي بمراحل التأكيد أو استكمال تشريعه نهائياً نعم بسم الله الرحمن الرحيم محييكم ومشاهديكم الكرام وضيوفكم الأعزاء أما بخصوص ما تفضلتم به حول موضوع الأشوائيات والتي لو أتينا على المسبب لها فهي من تركات بل من الأمور التي تعمد عليها النظام السابق لمحاربته الشعب العراقي وكان يحتضن فقط الشرائح التي تواليه وبهذا قد أعطيت الأراضي والدور السكنية إلى هؤلاء فقط نحن نرجع إلى أصل المشكلة المشكلة هي كما قلنا هي بسبب الاختناق أو الخنق الذي كما قلنا بدأه النظام السابق بعدم أعطاء الفرصة إلى الشعب وبناء له مساكن تليق به ما بعد السقوط بالألفين وثلاثة أنتم تعلمون الشعب مختنق طيلة هذه العقود فأين يذهب؟ يذهب إلى مثل هذه العشوائيات لأنها هي قضية ليست قضية إنشائية أو كل من يأتي يتكلم بما يرتاح له نحن نقول أن الشعب العراقي وكأي فرق يريد له مسكن وهناك نعم يبدو أننا تفضل في بيت واحد وفي يعني يعني العائلة كلها محسورة في غرفة واحدة فأين تذهب هذه الناس؟ ذهبت إلى هذه الأراضي وبنت من الصفيح ومن الخشب ومن الطين ومن مادة البلوكة التي لا تصرح أجل الله سامع إلا للحيوانات في خارج العراق فهذا أصل مشكلة نحن لن نبقى مكتوفي لأيدي أزأ هذه الأمور وإن حسب الدعاية انتخابية فهو البرلمان يأتي لخدمة الشعب لنقولها بصراحة يوصد إبراهيم هذا القانون هل ترونه في دولة القانون ككتلة نيابية أنه جاء خدمة للشعب يعني سنقانون فيه استفاء بدلات إيجار أو وضع غرامات أليس الأجدى؟ ربما إيجاد حل جذري للعوائل المتعففة التي أجبرت على اتخاذ هذه الأماكن كسكن الله نعم عندما نتكلم بالقانون فنحن أول من يطبقه كحكومة أقصد أنتم لم تعطون الشعب مساكن تليق به ولا ترضون وتعاقبون حسب القانون هؤلاء عندما يبنون في مناطق عشوائية الحياة كما تعلمون لم تتعطل الشعب بحاجة إلى مسكن يستضل به المواطن فنحن عندما قمنا بمشروع القانون وليس قانون فهناك لجنة تشكل بهذا الخصوص نحن لسنا يعني متأتين من وضع يعني غير مدروس أو نربك به العملية السياسية أو الشارع العراقي بقدر ما نحن نقول هناك لجنة تشكل بهذا الخصوص ومن حق الشعب العراقي المواطن العراقي يعني عندما البقية استمتعوا بملذات النظام السابق واستقروا وبنوا بيوت ويعني هذه البيوت بدأ ثمانها تتصاعد والآن أنتم تأتون لتطبقوا القانون أو لتضعوا شماعة من خلال سؤالكم الكريم عندما تقول أنتم دولة القانون نحن نعم دولة القانون أصبح إذن موقفكم واضح في اتلاف دولة القانون إذا تمرير هذا القانون